أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم منذ آلاف السنين فتنى الشيطان أبونا آدم وجعله يأكل من الشجرة الملعونة فخرج من الجنة تحت الأرض بسبب عسيانه لربه ولكن الشيطان لا زال يخطط لفتنة بني آدم في آخر الزمان وتحديدا في وقت البعث الأول مستغلا ذلك لكي يضل الناس إلا أنه لن يستطيع تحقيق ذلك بسبب فضل الله على عباده فما هي تلك الفتنة الجديدة من الشيطان؟ وما هو ذلك الفضل من الله على عباده؟ تعالوا نعرف كل ذلك من خلال تدبر هذا البيان المليء بالأسرار للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتلو عليكم اليوم بيان للإمام ناصر محمد اليماني من ستة جمادي الآخرة عام 1428 هجريا الموافق الثاني والعشرون من شهر ستة عام 2007 بيلاديا بحسب التقويم الرسمي لأم القرى البيان بعنوان القول المختصر في المسيح الكذاب الأشر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى خاتمهم نسكهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من والاهم في كل زمان ومكان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا معشر المسلمين حقيق لا أقول على الله بالبيان للقرآن إلا الحق ولا تقول على الله ما لا تعلمون تصديقا لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا معشر المسلمين إنما جعلني الله المنقذ لكم من فتنة المسيح الكذاب بسبب أحاديث الفتنة التي جعلت الحق باطلا والباطل حقا ويريد المسيح الكذاب أن يقول أنه المسيح عيسى بن موريوم ويقول أنه الله رب العالمين وإنه لكذاب لذلك يسمى المسيح الكذاب وما ينبغي لابن موريوم أن يقول ذلك وقد علمكم الله في القرآن بأنه هو شيطان الرجيم بذاته وعلمكم يا معشر المسلمين بأنه لو لا فضل الله عليكم ورحمته بالبيان الحق للقرآن على لسان المهدي المنتظر لا اتبعتم الشيطان يا معشر المسلمين إلا قليلا إلا قليلا منكم وذلك هو التأويل الحق لقول الله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولو الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم وإليكم التأويل الحق لهذه الآية وليس بالظن اجتهادا مني والظن لا يغني من الحق شيئا بل بنص القرآن العظيم في نفس الموضوع وليس قياسا ولا اجتهادا بل بالبيان الحق من نفس القرآن ولا وحي جديد وإليكم التأويل الحق بإذن الله بسؤال افتراضي سين وما هي الطائفة من المؤمنين الذين يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للاستماع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم إذا خرجوا من عنده يبيتون غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام جيم إن تلك الطائفة هم المنافقون من اليهود من شراطين البشر خضروا إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا بين يديه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وذلك حتى يكونوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر الأمر ويبتنون المقر ويريدون أن يكونوا من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستمع إليهم بعض المؤمنين فيرؤوا لهم أحاديث غير التي قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ليصدوا المؤمنين عن سبيل الله فيفتنوهم عن طريق الحديث لأنهم علموا بأنهم لن يستطيعوا أن يفتنوهم عن طريق القرآن الذي وعد الله المؤمنين بحظه من التحريف وهذه الطائفة هي الطائفة التي ذكرها الله في سورة أخرى فأنزل سورة في شأنهم ومكرهم وقال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وتلك هي تصدياتهم عن الله ورسوله يبيتون غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام وأما بين يديه فيقولون الحق فيعجب رسول الله قولهم وكذلك ليرى صحابته الحق بأنه أعجب رسول الله قولهم وذلك حتى يثقوا فيهم فيأخذوا عنهم وذلك لأنهم سوف يبيتون بعد القروق غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصد المؤمنين عن الحق وخصوصا من بعد موت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سين 2 ولكن الله بيّن لمحمد رسول الله شأنهم في سورة المنافقون فلماذا لم يطردهم جيم 2 لم يقم رسول الله بطردهم وذلك لأن الله أمره أن لا يطردهم وأن يعرض عنهم وإنما ليحذرهم وقال الله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة سين 3 ولماذا أمر الله رسوله أن يعرض عنهم فلا يطردهم جيم 3 لقد أمر الله رسوله أن لا يطردهم ليعلم من الذي سوف يصدق بالبيان الحق للكرآن فيستمسك بحبل الله الكرآن العظيم ممن سوف يكذب بالبيان الحق للكرآن فيعرض عنه ويزعم أنه يؤمن به ثم يستمسك بأحاديث تخالف حديث الله جملة وتفصيلة وذلك لأن القرآن هو المرجع لسنة محمد رسول الله وما كان من السنة ليس من عند الله ورسوله فإن المؤمنين سوف يجدون بين الأحاديث المفترى وبين القرآن خلافا كثيرا وذلك إذا تدبروا القرآن المحكم والواضح والبين وليس المتشابه وقال الله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سين 4 وما هو الأمر في قوله تعالى من الأمن أو الخوف أزاعوا به المؤمنين جيم 4 أما أمر من الأمن فهو قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وذلك لأنه من أطاع الله ورسوله فله الأمن في الحياة الدنيا ويأتي يوم القيامة آمنا وأما قوله أو الخوف وذلك هو مكر شراطين البشر من اليهود ليظن المسلمون بأنه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما المعنى لقوله أزاعوا به وذلك اختلاف علماء الأمة في شأن الأمر في هذا الحديث فمنهم من يقول إنه حق عن رسول الله ومنهم من يكذب به أنه عن رسول الله ومنهم من يضعفه أو يطعم في رويه ومن ثم يزيع الخلاف بين علماء الأمة ولكنهم إذا ردوه إلى القرآن العظيم فسوف يعلم حقيقة هذا الحديث أئمتهم قلوا الأمر منهم فيستنبتون لهم الحكم الحق في شأن هذا الحديث فيثبتوه أنه حق من عند الله ورسوله بالبرهان بنص القرآن أو ينفونه فيقدمون البرهان بنص القرآن بأنه مفترى ولم يكن من عند الله ورسوله نظرا لأنهم وجدوا بأن بين هذا الحديث المفترى وبين حديث الله اختلافا كثيرا ومن هنا علم أولو الأمر والذين هم من أهل الذكر بأن هذا الحديث لم يكن من عند الله ورسوله نظرا لاختلافه مع حديث الله ومن أصدق من الله حديثا سين خمسة وما معنى قوله في نفس الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا جيم خمسة ويقصد به المسلمين بأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وذلك لأن اليهود استطاعوا أن يدسوا أحاديث الباطل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقون ضد المهد المنتظر فيكذبه المسلمون فيتبعون قصمه الشيطان الرجيم الذي هو نفسه المسيح الكذاب وذلك لأن المهد المنتظر لم يأتي بكتاب جديد بل البيان الحق للقرآن فيبين لهم حديث الحق من الحديث الباطل بمرجعية البيان الحق للقرآن ولذلك أخاطب الناس بالقرآن والرجوع إليه ناظرين فيه نظرة التدبر كما أمرهم الله بذلك واليمان المنتظر الذي هو نفسه المهد المنتظر هو فضل الله عليكم ورحمته والمنقذ لكم ولولاه بإذن الله لاتبعتم الشيطان المسيح الكذاب يا معشر المسلمين إلا قليلا ولذلك يسمى المهد المنتظر المنقذ أي المنقذ للمسلمين من فتنة الشيطان الرجيم والذي هو نفسه المسيح الكذاب وقد بينا لكم لماذا يسمى المسيح الكذاب وذلك لأنه سوف يقول أن المسيح هو عيسى بن مريم ويقول أنه مستغلا البعث الأول ويقول أنه الله مستغلا البعث الأول ومستغلا عقيدة النصارى حتى يرى الناس بأن المغضوب عليهم والضالين هم الحق وأن المسلمين الذين أنقروا ألوهية بن مريم أنهم على باطل ولذلك قال الله تعالى مخاطبا المسلمين وليس غيرهم فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فهل تبين لك يا حسين بن عمر وللمسلمين بأن المسيح الكذاب هو ذاته الشيطان الرجيم إبليس وذلك لأن هذه الآية تكلمت عن اليهود الذين تظهروا بالإيمان ليدسوا لكم أحاديث الفتنة فيتبعها الذين في قلوبهم زيغوا عن القرآن العظيم فيصدقونها ويرغونها للمسلمين جيلا من بعد جيل فيبيتون أحاديث غير الذي يقولها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم نجد في نفس الآية بأن الله يأمر المؤمنين أن يقوموا بالمقارنة بين الأحاديث التي زاعة الخلافة بينهم بسببها ومن ثم يقومون بالمقارنة بينها وبين القرآن ومن ثم علمكم الله بقاعدة المرجعية الأساسية بأن ما كان منها ليس من عند الله ولا رسوله فحتما بلا شك أو ريب سوف يجدون بأن بينها وبين القرآن اختلافا كثيرا ومن ثم جاء في نفس الآية ذكر المهد المنتظر وذكر المسيح الكذاب وذلك في قول الله وذلك في قوله في نفس الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فاتبعوني أهدكم سراطا مستقيما ولا تتبعوا الشيطان الرجيم المسيح الكذاب إبليس لعنة الله عليه في كل ثانية في السنين إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين اللهم قد بلغت اللهم فاشهد فبلغوا عني يا معشر عالم الإنترنت وكونوا من نواب المبلغين عني حتى يزهرني الله على العالمين والسلام على من اتبع الهادي إلى السراط المستقيم اليماني المهدي المنتظر خليفة الله على البشر والإمام الثاني عشر من أهل البيت المطهر الإمام ناصر محمد اليماني اشتركوا في القناة